دعت هيئة الأوراق المالية الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار إلى الإفصاح عن بياناتها المالية النصف سنوية قبل نهاية الفترة القانونية التي حددتها التشريعات ويلزم القانون الشركات وصناديق الاستثمار بتقديم التقرير الربعي الدوري خلال 30 يوما من انتهاء الربع المعني راجعه مدقق حسابات قانوني وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد الحراني أنه سيتم اتخاذ تدابير بحق الشركات المخالفة ومنها فرض غرامة مالية على هذه الشركات